إدانة دولية واسعة لاعتداء الحوثيين على مطر أبهى الدولي وواشنطن تتوعد بمحاسبة الميليشيات بايدن يدعو الأمريكيين في أوكرانيا إلى مغادرتها وصيغة النورماندي تفشل في اجتماع برلين بشاغ يقول إن حكومته ستكون لجميع الليبيين ودبيبا يتحدث عن محاولة لدخول طرابلس بالقوة أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية وقدمها لكم إبراهيم بدل قوب الاعتداء الحوثيين الأخير على مطار أبهى الدولي بإدانات دولية وإقليمية واسعة الخارجية الأمريكية أدانت الهجوم الإرهابي الذي شنه الحوثيون على مطار أبهى السعودي وقالت إن الحوثيين يعتمدون إجراءات عدوانية خطيرة ضد اليمنيين وجيرانهم والمجتمع الدولي مجددة وقوفها بثبات إلى الجانب السعودي لدعمها دفاعيا ضد أي اعتداء بدوره أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سيليفن أن البيت الأبيض يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذه الحوثيون بمسيرة مفخخة موضحا أن واشنطن ستعمل مع شركائها في السعودية والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين كما قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق أوسط إن هجمات الحوثيين تهدد الأبرياء ويجب أن تنتهي وعدانا سفير فرنسا لدى السعودية بشدة تلك الاعتداءات التي وصفها بالجبانة والبربرية معتبرا أنها يجب أن تتوقف أكد أندري يارماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فيديمير زيلنسكي أن ربعية نورماندي لتسوية الأزمة الأوكرانية فشلت في التوصل إلى بيان مشترك خلال المفاوضات في برلين وقال يارماك إن مستشاري قادة المجموعة التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا لم يتمكنوا من التوصل إلى أي وثيقة مشتركة فيما استمرت هذه المفاوضات لمدة تسع ساعات تقريبا في غضون ذلك دعا رئيس الأمريكي جو بايدن الرعاية الأمريكيين في أوكرانيا إلى مغادرتها فورا وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة MBC News وقال بايدن إن بلاده تتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم وأن الأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريش جونسون خلال جولته في بولندا قال إن أي غزو روسيا لأوكرانيا سيكون كارثيا لروسيا وللعالم مضيفا أنه سيؤدي إلى إراقة الدماء مطالبا موسكو بوقف تهديدها لأوكرانيا عبر الحجد العسكري على الحدود لو كانت روسيا حمقاء للغاية لارتكاب خطأ كارثي بغزو أي جزء من أوكرانيا فإن الجيش الأوكراني الذي يبلغ عدده حوالي 200 ألف وربما 150 ألف في الاحتياط سوف يقاتلون وسوف يكون هناك إراقة للدماء أعتقد أن بوتين والكريملين يجب أن يفهموا أنهم إذا كانوا يريدون عددا أقل من قوات النيتو وعلى حدودهم الغربية كما هو الحال فهذه طريقة خاطئة تماما للقيام بذلك في المقابل حاول وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروف خلال لقائه نظيرته البريطانية ليستراس التأكيد على أن بلاده لا تسعى للحرب وأن التقرير الأمريكية مفبركة داعيا لتسوية الخلاف بالدبلوماسية ومن خلال تنفيذ اتفاقيات ماسك للأسف هذا سيكون إعادة تركيب للأسئلة التي ننتظر الإجابة عنها حول الضمانات الأمنية لقد بحثت مع وزيرة خارجية بريطانيا الأزمة الأوكرانية وضرورة تنفيذ اتفاقية مينيسك وبخصوص التقارير التي تتحدث عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا فهي مفبركة الحشود الروسية موجودة على أراضينا ونحن لا نفهم سبب خوف الغرب من نشر القوات على أراضينا كما لا نفهم أيضا قلقهم من المناورات الروسية البلاروسية ونشر القوات على أراضيها أفدى موقع ذاهل الأمريكي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض إجراء فحص PCR قبل اجتماعه مع نظيره الروسي فلديمير بوتين هذا الأسبوع وعزى الموقع ذلك إلى أن ماكرون الذي كان أجرى فحصا مماثلا في باريس كان يخشى اطلاع موسكو على بيانته الصحية الخاصة وأضف الموقع بأن ماكرون خير بين إجراء فحص في موسكو أو الاحترام الصارم لبروتوكول التباعد وكانت النتيجة أن القائدين جلسا على طرفين قيض من طاولة طولها أربعة أمتار خلال الاجتماع وهي الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في أول تصريح له بعد تكلفه من قبل برلمان الليبي توجه رئيس الحكومة المكلف فتح بشاغة لدى وصوله إلى مطار مأتيقة بالشكر إلى دبيبا وحكومته على تحمل المهمة في مراحل صعبة وقال فتح بشاغة أن الحكومة لا يمكن أن تنجح دون التعامل مع السلطة الشعية متعهدا بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة للجميع دون استثناء الحكومة القادمة ستكون حكومة للجميع وبالجميع ونمد أيدينا للجميع بدون استثناء ثانيا كامل الاحترام والتقدير لمجلسي النواب ومجلس الدولة ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي وسأكون عند حسن الظن إن شاء الله سنتعاون دائما مع مجلسي النواب والدولة ولا يمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية رابعا لا مكان للكراهية ولا مكان للحقد ولا مكان للانتقام ولا مكان للظلم نمد أيدينا للجميع بالاستثناء ونفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبات الأمم المتحدة على جهودها ونتطلع للتعاون الإيجابي والعمل المشترك معها ختاما أشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميدة بيبة والذي تحمل مسؤولياته في فترة صعبة وهذه هي الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي على السلطة وأنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون منتزمة بهذه المبادع الديمقراطية اشتركوا في القناة في المقابل القالة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد بيبة في مقابلة مع تلفزيون ليبيا الأحرار إن اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة ما هو إلا محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة وأكدت بيبة أنه ما زال رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة بيبة أشار أيضا لأنه يتم التباحث في خارطة طريق سيتم الآلال عن مبادرة أيضا إلى من جانب الحكومة لحل الأزمة السياسية في البلاد وأن محور مبادرته سيكون وضع قانون انتخابات لمجلس النواب وبهدف إنجاع مبادرته قالت بيبة أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة من جهة أخرى قالت بيبة أن محاولة اغتياله لم تكن عملية مخططة وأن شخصين مأجورين حاولوا اغتياله وطلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة سريعا أكد متحدث باسم البرلمان الليبي للعربية أن اختيار رئيس الحكومة هو قرار سيادي ويرفض أي تدخلات أجنبية فيه اختيار رئيس الحكومة والحكومة الليبية هو حق أصيل مجلس النواب ونرفض أي تدخل من أي مؤسسة أو أي دولة أو أي جهة كانت هذا قرار سيادي لمجلس النواب والدولة الليبية ولا نقبل بأي تدخل في هذا الشأن خاصة بعدما تم التأكيد على ذلك في أكثر مناسبة بوقف التدخلات الخارجية التي أدت إلى ليبيا إلى استياء الأوضاع أكثر من ما هي عليه وطلب عبدالله بلاحق الأمم المتحدة بالكشف عن تقرير رشا التي أوصلت أدبيب لرئاسة الحكومة على حد قوله نتمنى من الأمم المتحدة أن تكشف عن تقرير لجنة العقوبات حول الرشا الرشا التي تم تقديمها تحديدا أو شبهات الرشا في مسألة ترشح السيدة بيبة لحكومة الماضية والتي لم يكشف عنها سواء للشعب الليبي أو للمجتمع الدولي حتى اللحظة في مسألة تقديم الرشا في فوزه في الحكومة السابقة لكن فيما يتعلق بالمسألة القانونية حكومة السيدة بيبة نالت الثقة من مجلس النواب ب134 صوتا في جلسة سرد في شهر مارس من العام الماضي عندما تم منح الثقة لحكومة بيبة تم التأكيد عليها خلال الجلسة وفي قرار أيضا تشكيل أو قرار منح الثقة بأنها سوف تنتهي أعمالها في 24 ديسمبر بحث مسشار الأمن القوم الأمريكي جيك سيلفم عن نظره الإسرائيلي أيال حوالت التهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة أوضح بيان للبيت الأبيض أن الجانبين أكد العزمة على معالجة التحديات الأمنية التي تؤثر على الشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات الإيرانية وضرورة ضمان عدم حصول إيران أبدا على سلاح نووي أوضح وزيره الخارجية الإيرانية حسين عبداللهيان أن مفاوضات فيينا تشكل اختبارا كبيرا للولايات المتحدة والأطراف الغربية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موعد انتهاء المفاوضات مرتبط برفع عقوبات المفروضة على طهران اليوم في فيينا ثمت اختبار كبير للولايات المتحدة والأطراف الغربية لإظهار سلوكها الحقيقي للمجتمع الدولي نيلس إلى طاولة المفاوضات بجدية وخطة ونحن مصممون على التوصل إلى اتفاق جيد موعد انتهاء المفاوضات سيحدد بترجمة إرادة الأطراف الغربية الالتزام الكامل برفع العقوبات وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها علق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة العربية على محادثات الاتفاق النووي الجارية مع إيران السيناتر الجمهوري مايك راونس قال إنهم سيفعلوا كل ما بوسعهم للتأكد من أن طهران لن تصبح أبدا قوة نووية أما السيناتر الجمهوري جوش هاولي فأوضح بأن ضعف إدارة بايدن سيزعزع استقرار المنطقة من جاته أكد السيناتر الجمهوري ستيف داينز أن إيران هي واحدة من أكبر التهديدات في العالم قال مشرعون في الكونغرس بعد الاستماع إلى إحاطة سرية من قبل مسؤولين في إدارة بايدن قال بأن إيران قد تكون على بعد أسابيع من تطوير السلاح النووي وأن الوضع حاسم جدا بينما شدد الجمهوريون أنه لا عود للاتفاق السابق دون موافقة من الكونغرس ناديا البيبيسي مع هذا التفاصيل فبراير وصف بالشهر الحاسم والنقطة الفارقة إما ستعود إيران إلى الاتفاق السابق أو ستطلق يدها في تطوير سلاح نووي جلسة إحاطة سرية من قبل مبعوث الرئيس للمفاوضات روب مالي ومنسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماجورغ للمشرعين في مجلس الشيوخ تركتهم مصدومين السيناتور كريس ميرفي قال إننا على يقين من أي وقت مضى أن علينا أن نكون جادين في العودة للاتفاق لأنه وبحسب مشرعين آخرين بات لدى إيران ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية خلال أسابيع أو شهرين على أقصى تقدير لدينا فرصة أخيرة لإعادة الاتفاق أو على الأقل الإبقاء على أهم أجزاء الاتفاق حتى تكون إيران بعيدة كل البعد عن تطوير سلاح نووي وهذا يبقي المنطقة آمنة وكذلك الولايات المتحدة إدارة الرئيس بايدن تلقي باللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق قبل أربع سنوات ما سمح لإيران بتطوير سلاحها النووي بدون رقابة معضلة الإدارة الآن هي إما وقف البرنامج النووي بالتفاوض ورفع العقوبات ما يعطي طهران مليارات الدولارات لتمويل وكلائها ويعرضها لنقمة المشرعين أو ضيع الوقت بحيث لا تصبح العودة للاتفاق ذات معنى والبحث عن خيار آخر قد يكون عسكريا أو تعطيل البرنامج النووي عن طريق حرب سبرانية أنضيت مئات من الساعات في إدارة ترامب وأنا أطالب الرئيس بالانسحاب من الاتفاق النووي الكارثي الذي وقعته إدارة أوباما بايدن وكان الانسحاب منه أهم قرار في مصلحة الأمن القومي كل الخيارات صعبة وتعتمد على نية طهران وتعاونها ما هو مؤكد هو وعد الرئيس بايدن بأن إيران لن تملك سلاحا نوويا بأي حال من الأحوال مسؤول الإدارة يؤكدون أن المفاوضات ادخلت في مراحلها النهائية وأن على كل الأطراف اتخاذوا القرار نهاية الشهر بينما يصر الجمهوريون ومعهم بعض الديمقراطيين أن لا اتفاق دون موافقة من الكونغرس وأن على الإدارة توضيح معنى العودة للاتفاق السابق ومعالجة الثغرات الأساسية ناديا البلبيسي العربية واشنطن نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل الخطوط التونسية تعتزم متسريحة نحو ألف موظف بداية من هذا العام أهلا بكم من جديد قالت النيابة العامة في السودان إن عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين مجمدة وجد صالح وآخرين يواجهون تهما تتعلق بخيانة الأمانة عطفا على مخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وأوضحت النيابة في بيان أنها تتولى التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون كشفت البعثة الأممية في السودان المعروفة باسم يوناتي ماس بانتهاء المشاورات الأولية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية مشاورات شملت أطرافا سياسية وقوة مدنية وبعض لجان المقاومة يمضي قطار المشاورات الأولية التي تجريها البعثة الأممية في السودان إلى محطة الختام بعد أن استمعت إلى آراء طيف واسع من القوى السياسية والمدنية بشأن الأزمة نقطة التقاء رؤيتين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومجموعة الميثاق الوطني التين وضعتا على طاولة فولكار بيرتز كانت ضرورة إشراك أطراف أخرى رفقة البعثة الأممية غير أنها اختلفت في تسمية الأطراف والآلية ورغم تطاول عملية المشاورات إلا أننا نأمل أن تتعم البعثة بشركاء إقليميين ودوليين أكثر تأثيرا على الأطراف لا سيما دول الترويكا والاتحاد الإفريقي والدول الشغيغة تجمع المهنيين السودانيين ظل متمسكا برفضه المشاركة في المشاورات مسببا ذلك ببعدها عن مطالب الثورة مجرد المشاورات التي تدريتها الأمم المتحدة هي عبارة عن تفاوض غير مباشر فرص نجاح مبادرة اليونيتامس في إنهاء الأزمة السياسية في السودان ترتبط بشكل أساسي بالإجابة على أسباب فشل الاتفاق السياسي بين الفاعلين وذلك بحسب مراقبين مطلب الأول هو إذا كان هناك أي محاولة بتاع الدول إجابة أن يكون هناك مراجعة حقيقية لماذا حدث هذا؟ لماذا فشل الاتفاق السياسي؟ لماذا فشل الوثيقة الدستورية في أن تقود المرحلة الانتقالية إلى نهايتها المرجع؟ إذن انتهت المرحلة الأولى من المشاورات السياسية في انتظار بلورة الرؤية النهائية للبعثة الأممية في السودان والتي يبدو بحسب البعض أن طريقها لن يكون ممهدا في ظل التحديات الماثلة وأولها فك حالة الاحتقان في الشارع محمد عثمان العربية الخرطوم قال رئيس التنفيذ الخطط التونسية إن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو ثلاثة ابتداء من العام الحالي وذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية في شركة الطيران التي تسجل خسائر سنوية منذ ثورة العام 2011 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وافقت على باعي اندونيسيا 36 مقاتلة من طراز F-15 ومعدات عسكرية متنوعة أخرى مقابل 14 مليار دولار في سقط تأتي بعد إعلان جاكارتا أنها أبرمت مع باريس سفق لشراء 42 مقاتلة رفاق الفرنسية وقالت الوزارة أن حيازة اندونيسيا هذه المقاتلة ستعزز أمن شريك إقليمي مهم يمثل قوة للاستقرار السياسي وتقدم اقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادي سجلت أسعار بنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها خلال ثماني سنوات لتصل إلى قرابة ثلاثة دولارات ونصف للقالون الواحد وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية فإن أسعار بنزين بلغت هذا الأسبوع أعلى مستواتها منذ أكتوبر من العام 2014 أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي وصل الشباب متردته لصدارة الدور السعودي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ضمك بهدفين لواحد ضمن الجولة العشرين من المسابقة وضمن الجولة ذاتها تعادل الفيحة أمام الفيصلي بدون أهداف ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده وتتواصل الجولة العشرون من الدور السعودي لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات ومن أبرزها مباراة المتصدر الاتحاد مع النصر صاحب المركز الثالث ويرتحل الأهل لمواجهة مضيفه الفتح ويملك النادي الجدوي إحدى وعشرين نقطة في رصيده ويلتقي أبهى مع الحزم أبهى لديه خمسة وعشرون نقطة فيما يأتي الحزم بالمركز الأخير بأربع عشرة نقطة تغلب الوحدة على مضيفه بني ياس بهدف دون رد دمن منافسة المرحلة الخامسة عشرة من الدور الإماراتي لكرة القدم يبحث النجم الساحل التونسي عن بداية قوية في مسابقة دور أبطال إفريقيا لكرة القدم عندما يواجه ضيفه شباب الوزداد الجزائري بالمجموعة الثالثة أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تعيين عبدالغاني شهد مدربا للمنتخب الأول في آخر مبارتين بالتصفية المؤهلة لبطولة كأس العالم في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عنوينها إدانة دولية واسعة لأتداء الحوثيين على مطار أبهى الدولي وواشنطن تتوعد بمحاسبة الميليشيات بايدن يدعو الأمريكيين في أوكرانيا إلى مغادرتها وصيغة النورماندي تفشل في اجتماع برلين بشاغ يقول إن حكومته ستكون لجميع الليبيين والبيبا يتحدث عن محاولة لدخول طرابلس بالقوة بالعنوين نصلوا إلىكم مشاهدين على ختم هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابع وإلى اللقاء على رأس الساعة اشتركوا في القناة